بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة النبي الكريم قال حديثا عجيبا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة هذا الحديث كان مثارا للتشكيك اليوم في الجزء الثالث من العلم اللدني نتأمل هذا الحديث هل الله يمكن أن يظلم البشر طيب ماذا إذا قال الملحد الله كتب علي الإلحد وبالتالي أنا لن أستفيد شيئا إذا آمنت هكذا كتب الله علي سنناقش هذا الموضوع انظر أخي الحبيب قلنا إن العلم اللدني هو أوسع بكثير من العلم البشر المحدود علمنا نحن مثل دائرة صغيرة والعلم اللدني هذا الفضاء الكبير لماذا لأن العلم اللدني يقوم على علم الغيب والله أحيانا إذا أراد يعطي بعض عباده شيئا من هذا العلم يعني يعطيهم شيئا من علم الغيب كما أعطى لي للخضر عليه السلام الخضر كان عبدا صالحا من المفسرين من قال إنه نبي منهم من قال إنه عبد صالح القرآن لم يذكر أنه نبي قال فوجدا يعني سيدنا موسى وفتاه فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه هذا ما ذكره القرآن نلتزم نحن بنص القرآن والنبي لم يقل إنه رسول قال هو عبد عبد من عباد الله عندما دخلا إلى هذه القرية وعوملا الخضر وموسى عوملا معاملة سيئة جدا أهل قرية لآم لم يضيفوهما ولا شربة ماء المنطق يفرض أن يذهبوا أن يتركوهم لا سيدنا الخضر قال سنقيم في هذه القرية كان هناك جدار قال سنقيم هذا الجدار طيب جدار متهدم وأصلا حتى لو تهدم لا قيمة له هو جدار في القرية لا أحد ينتفع به هذا التحليل الذي جرى عند سيدنا موسى وهذا جدار في أطراف القرية لا أحد ينتفع به ليس له قيمة مآله إلى السقوط طيب لماذا تقوم بإقامة هذا الجدار وبنائه وتتعب نفسك وتتكلف طبعا إقامة الجدار تحتاج لشراء مواد بناء ولبذل جهد كبير والتعب وعناء وعطش وربما جلس أيام يشتغل به ربما جدار كبير لا نعلم حقيقة الأمر ولكن الثابت أنه أخذ جهدا وتعبا ومالا منه تكلفة هنا سيدنا موسى رأى أمامه عمل عشوائي طيب أناس لئام والله لو أكرموك فأكرمتهم يعني منطق طيب لاحظ أن سيدنا الخضر يتصرف خارج المنطق العقلي لماذا تبني جدارا أصلا هو مهدم والأفضل أن يهدم لا قيمة له طيب لماذا لم تأخذ أجرا لماذا تتعب نفسك مع أناس لئام لم يضيفونا لم يهتموا بنا لم يعطونا أي شيء ولكن هنا سيدنا الخضر بالعلم اللذن الذي أعطاه الله إياه رأى الكنز تحت هذا الجدر رأاه بالعلم اللذن طيب تقول لي كيف يرى أقول لك نعم علم الغيب يجعلك ترى أشياء لا يرىها الإنسان العادي وأكبر مثال على ذلك ما يحدث في الرؤى الصادقة مثل رؤية سيدنا يوسف رأى أنه سيصبح ملكا يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين واضح بالنسبة للأب أن هذا الغلام سيكون ملكا ومن عادات الملوك أن من يدخل عليهم يسجد لهم وإخوته الأحد عشر كوكب هم إخوته والشمس والقمر الأب والأم رؤية واضحة طيب كيف رأاه سيدنا يوسف وكيف تحققت إذن يستطيع الإنسان أن يرى الغيب من خلال الأحلام وفي اليقظة أيضا كما حدث مع سيدنا الخضر أنه رأى الكنز طيب الشيء الثاني الذي رأى أنه علم أن هذا الكنز لغلامين يتيمين علم موضع الغلامين وهما في المدينة ليس في القرية مسافة بعيدة يعني علم أيضا أن الأب والأم كانا صالحين وعلم أنه يجب على هذين الغلامين أن يكبرا ويستخرجا هذا الكنز لينفقه في طاعة الله فإذا ما تهدم ورآه أهل القرية اللي آم لن يحصلوا على قرش لن يحصلوا على ذر منه سينهبونه ويسرقوه وانتهى الأمر كل هذه الأشياء رأاها سيدنا الخضر والعلم اللي دني أيضا فيه جزء مهم أنك ترى الغيب وتستطيع أن تتخذ القرار المناسب في لحظة معينة فكان لابد من تنفيذ هذا الأمر بإقامة الجدار لماذا؟ حتى يكبر هذين الغلامين لأن هذا الجدار عندما بناه الخضر بناه بناء متقنا سوف يستمر هذا البناء مثلا سبع سنوات مثلا أو أكثر فيضمن فيضمن أن هذين الغلامين قد كبرا وبلغا أشدهما ويتعرفا على هذا الكنز فيقومان باستخراجه طيب هذا علم هذا علم عالي جدا عالي لذلك سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما حقيقة لم يتمكن من الإحاطة بهذا العلم فقال أيضا استنكر قال لو شئت لاتخذت عليه أجر لماذا تقيم جدارا أولا لا قيمة له لا يضر ولا ينفع وتقدمه هدية على طبق من ذهب لأناس لآم لا يستحقون أصلا فعل الخير فلماذا تقوم بذلك فقال له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مسافة بعيدة استطعما أهل قرية هما في القرية فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقام سيدنا موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا انظر علم الغيب هنا لدى سيدنا الخضر رأى الكنز أولا وعلم أن هذا الكنز الذي وضعه الأبوان يعني حتى علم الماضي لأنه ما الذي أدراه أن هذا الكنز لهذين الأبوين الأب والأم ماتوا منذ زمن وتركوا هذين الغلامين فرأى رجع بعلمه اللدني للماضي فرأى الأب وهو يضع هذا الكنز ويقيم الجدار ورأى كيف أن الجدار يتهدم وربما بعد أيام سيظهر الكنز ورأى الغلامين لم يكبرا بعد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجاك أنزهما طيب من يستطيع أن يتنبأ بكل ويعلم ماذا يريد الله أيضا هذا علم عالي جدا أحبتي في الله فأراد ربك أن يبلغاء شدهما ويستخرجاك أنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري إذن أهم ما يميز العلم اللدني أنك أنت تعمل بأمر الله ليس بأمرك أنت ولكن الله هو الذي يلهمك يعلمك يريك يجعلك ترى الحقائق وكل إنسان أيها الأحب أنا باعتقادي طبعا وهذا اجتهاد مني كل إنسان مؤمن عندما يصل لدرجة عالية من الإيمان الله يكرمه بشيء من العلم اللدني كيف يظهر يظهر في سلوكه أنه يتجنب الشر يرى الشر أن هذا المكان بعد سنوات فيه شر فيتجنبه مسبقا وهكذا طيب دعوني أرجع إلى الموضوع الذي وعدتكم به الملحد يقول الله كتب علي كل شيء كيف كتب علي أن أكون ملحدا ثم يحاسبني انظر أخي الحبيب لو أخذنا علم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان كيف استطاع العلماء أن يحولوا علم الغيب بالنسبة للكسوف إلى علم معادلات رقمية كل إنسان يستطيع أن يتنبأ ويعلم ويستيقن بموعد الكسوف الشمس ولو بعد مئة سنة طيب علم الغيب فيه معادلات يعني الله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان خلقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وخلق الإنسان وكرمه وخلق الإنسان وحمله الأمانة فرضي أن يحملها طيب موضوع الأمانة أيضا يحتاج إلى حلقة مهمة الأمانة أيها الأحبة مهم جدا سنفرد له حلقة إن شاء الله طيب هذا الإنسان الذي خلقه الله ميزه عن بقية المخلوقات عن الحيوانات حتى عن الملائكة أنه أعطاه حرية اتخاذ القرار يعني أنت لديك احتمال خمسين بالمئة أن تخطئ وخمسين بالمئة أن تفعل الصواب يعني خمسين بالمئة خطأ وخمسين بالمئة صواب وأنت اختار فالله عز وجل لأنه يعلم الغيب علم أن هذا الإنسان قبل أن يخلق أنه عندما يخلق سيسلك هذا السلوك سيختار الإلحاد علم ذلك طيب هذا العلم احتمال بنسبة كان يعني أن يتحقق بالنسبة لنا نحن نتنبأ غدا أن يكون الطقس مثلا معتدلا درجة الحرارة كذا الرطوبة كذا الرياح كذا ارتفاع الموج كذا بنسبة تسعين بالمئة خمسة وتسعين خمسة وسبعين وهكذا ليس بنسبة مئة بالمئة لأن علم الطقس متقلب بالنسبة لله أيها الأحبة الاحتمال هو مئة بالمئة لأن الله يعلم الغيب طيب هل الله أجبرك على ذلك لا هو علم طيب متى تستطيع أن تكتب أنت الاحتيال التنبؤ النبوء متى تستطيع أن تكتبها عندما يصبح علمك بها مئة بالمئة صحيحا مثلا غدا ستكون الحرارة كذا درجة بنسبة تسعين بالمئة صح وعشرة بالمئة قد تكون أعلى أو أقل طيب غدا سيحدث كسوف للشمس الساعة كذا في منطقة كذا بنسبة كم مئة بالمئة إذن نحن نستطيع أن نضع جدول الكسوف لمئة سنة لماذا؟ لأن علمنا أصبح علما يقينيا لأنك امتلكت هذه المعادلات الرقمية فالله عنده هذه المعادلات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إذن الله لم يجبرك على فعل شيء يا أخي الحبيب هو فقط أعطاك حرية الاختيار بناء على طلبك أنت أنت الذي طلبت ذلك أنت الذي حملت هذه الأمانة وبالتالي فعندما تقول والله الله كتب علي الإلحاد نعم كتب عليك ولكن باختيارك أنت كتبه بعلمه المؤكد مئة بالمئة ولكن أنت اخترت هذا الطريق طيب ما الذي ما الذي يجعلني متأكدا من هذا الكلام أنا أستطيع أن أقول لأي ملحد هل هناك قوة تمنعك من الإيمان يعني هل هناك أحد يضع مسدس في رأسك ويقول لك ألحد لا يقول لك أنا لم أقتنع هكذا دماغه تفكيره الفاسد ساقه لهذا الطريق لذلك هنا انظر أخي الحبيب الله عز وجل عندما قال ولو شاء الله ما أشرك يعني الله قادر منذ الأزل أن يخلقك أيها الإنسان بطريقة كأنك روبوت مبرمج ليس هناك احتمال للشرك والله قادر على ذلك وخلق الملائكة بهذه الطريقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أعطى حرية الاختيار لابن آدم فطغى واستكبر والحد طيب عندما جاء المشركون ماذا قالوا في سورة الأنعم نحن نقرأ من سورة الأنعم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء طيب كذلك ماذا هنا رد عليهم القرآن كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم يعني أنت امتلكت هذا العلم لدني علم الغيب حتى تقول لو شاء الله يعني أنت اطلعت على علم الغيب وعلمت أن الله كتبك من الملحدين نحن لا نعلم الله أخفى عني ما كتبه لي أنا لا أستطيع أن أعلم مصيري ماذا كتب الله لي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني كذب واضح سخيف لا قيمة له يعني غير متقن يعني كذب تافه طيب لماذا اعتبر القرآن كلامهم كذبا سأعطيك مثال يوضح لك هذا الأمر أخي الحبيب ونختم به إن شاء الله تخيل أنك في سجن وطبعا أنا مضطر أن أقول لك تخيل لتشعر بقوة المثال أنا هكذا أضع نفسي في هذا الموقف لأتخيل حقيقة ما الذي يحدث أنك لا سمح الله في سجن حكمت بالإعدام ولكن أنت لا تعلم الحكم أنت كل يوم ترى مثلا مدير السجن أو ترى القاضي الذي أصدر الحكم ولكن لا تعلم ما هو الحكم هل هو عفو يعني عندك احتمال إن عفو أو إعدام طيب في هذه الحالة بالله عليك إذا كنت لا تعلم أصلا هل تقول أنا كتب علي الإعدام وكذا 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 وتشتم هذا القاضي وتنكره وتجحده وتجحد وجوده أصلا طبعا لا لو آمنت مئة بالمئة أن أن العقوبة كتبت عليك ولكن هناك احتمال العفو صدقني ستكون عبدا مطيعا لهذا الإنسان القاضي على أمل أن يعفو عنك وهذا ما نجده في أي إنسان محكوم حتى آخر لحظة تجد لديه الأمل بالعفو آخر لحظة حتى طيب أنت أيها الملحد ما الذي أدراك أن الله كتب عليك الإلحاد كيف علمت قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم أنك تتبع الظن وتخرص وتكذب كذبا واضحا فإذن أيها الأحبة الله كتب لي مقعد في الجنة في النار لا أعلم ولكن أنا بفطرتي بغريزتي أنا أكره النار لا أحب أن أكون من أهل النار طيب ما هو الحل أنا أسعى أن أكون من أهل الجنة لأن الله وعدني أن من يؤمن ويعمل صالحا سيدخله الله الجنة فإذن أنا أبدأ بالأعمال الصالحة على أمل أن أدخل الجنة وبالتالي هذا الملحد يكذب تعلمون أين كذبه أنه أصلا لا يعلم ماذا كتب الله له كيف تقول لو شاء الله ما أشركنا أنت أصلا لا تعلم ماذا كتب الله لك وما هو علم الغيب ولا تعلم مصيرك ثم انظر معي أخي الحبيب لو شاء الله ما أشركنا نعم كان ممكن أن تخلق حيوان لا ليس لك أي خيار لا تستطيع أن تلحد ولا تستطيع أن تشوه الإسلام ولا تستطيع أن تفعل الشر حيوان تأكل وتنام وتموت في النتيجة ولكن هل هل أنت تحب أن تخلق مثل البهائم أنت إذا كنت موظف في شركة ومنحك مدير الشركة القدرة على اتخاذ القدرة على اتخاذ القرار تعتبر هذا تكريما منه وإذا قام هذا المدير بمعاملتك كروبوت آل تقوم كل يوم بنفس العمل ولا تستطيع أن تفعل أي شيء تجد نفسك ذليلا الأنعام وذللناها لهم ذليلا لماذا؟ ليس لديها حرية الاختيار سبحان الله فالله أكرمك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إذن هنا أيها الأحبة عندما نفهم هذه القضية ونفهم أن الله علم سلوكي أنا فكتب لي الجنة أنا كل طموحي وأفكاري وتوقعاتي أتوقع أن أدخل الجنة طيب كيف أدخلها؟ إذن أنا يجب أن أتق النار فاتقوا النار التي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين إذن الله صحيح كتب مقعد كل واحد مننا في الجنة أو في النار ولكن أعطاك الطريقة لتعرف ماذا كتب لك كل واحد يستطيع أن يعلم تعلم كيف؟ من خلال سلوكك من خلال إيمانك الله أعطاك طريقة قال لك وأن هذا صراطي مستقيما آمن بالله ثم استقم تكون من أهل الجنة يكون مقعدك تعلم ماذا كتب الله لك أخلص عبادتك لله يكفك العمل القليل طب إذا أردت أن تتبع الشهوات وتتبع غير سبيل المؤمنين وتتبع إبليس خطوات الشيطان سيكون مقعدك محجوزا في نارجه النمو ولا ياذب الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل هذه المواضيع ونتناول حقائق جديدة فتابعونا في هذه السلسلة لأن فيها الكثير من الحقائق التي يحتاجها كل مؤمن حقيقة والتي حدثت فيها اختلافات كثيرة إن شاء الله في اللقاء القادم سأخصصه لموضوع الأمانة مهم جدا أن نفهم ما هي الأمانة وكيف اختارها الإنسان قبل أن يخلق إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا طيب الإنسان لم يخلق كيف حملها سنتناول إن شاء الله حقائق مهمة عن الأمانة ما هي الأمانة لماذا حملها هذا المخلوق هو الإنسان كيف يعني سيدنا آدم كيف عاص الله لماذا لماذا إبليس رفض السجود واستكبر كل هذه القضايا أيها الأحبة إن شاء الله سنتأملها في اللقاءات القادمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق سمع حسنا حسنا bon اشتركوا في القناة